مرحبا شباب فيديو اليوم راح نشرح به عن طريقات انشاء حساب جيميل بدون الحاجة الى رقم هاتف هذا الطريقة راح تخلينا نسوي جيميل بدون ان ينغلق ويطلب من عندنا رقم هاتف بعض الاحيان ما عندهم رقم هاتف او يخلون رقم الهاتف ما توصل لهم الرسالة التأكيد يواجههم مشاكل فهذا الطريقة ان شاء الله اليوم طريقة جدا بسيطة نحصل بها على جيميل عن طريق استغلال هذا الموقع هذا الموقع يقدم خدمة هذا الخدمة هي فحص للأجهزة اجهزة معينة اكو اجهزة جديدة نازلة بالسوق اس ناين او اجهزة قديمة هذا الموقع هو عبارة عن محاكي لهذا الاجهزة تدخل عليها تتصفح الاجهزة مثلا تتصفح السامسونج تشوف تطبيقات جرب تطبيقات عليها عجبك تروح تشترمه عجبك حاول تشوف غير جهاز فهذا هاي فكرة الموقع موقع كوبيتون راح اخليه بدسكريب من تحت الفيديو ايضا نحتاج للتسجيل موقع مهمل وموقع 33 ميل هذا الموقع راح تساعدنا بتسجيل لان الموقع يحتاج الى ايميل خاص ما يستقبل ايميلات وهمية هاي الاميالات المهمية يتم حجبها ويتم اغلاقها فاذا تواجه صعوبة لازم تسوي حساب مثل حاليا راح يسوي انشاء بريد الكتروني هذا موقع مهمل راح اخليه اضا بالدسكريبشن تحت الفيديو تاخذ كوبي لهذا تروح get started تضغط على هذا الموقع تسجل كأنما تسجيل من موقع هذا نسجل من موقع هذا حاليا نكتب يوزرنيم ايوزرنيم ايضا نكتب باسورد ايشي 2345 ايضا 2345 ونضغط على continue sign up ايه بريد 6 خليه له 6 هنا خليه له 6 نقول له continue sign up احسسجل عندنا نقول له read free اوكي حاليا ايميلنا جاهز بس سجلت بهذا الموقع تروحون النادو سون refresh رح يجيكم رابط ما تفعيل تفعله وانا سأقولكم ايش رح يصير مجرد بس فعلته اوكي تاخذ تاخذ هذا نروح الموقع على التسجيل نروحنا على التسجيل حط الايميل هذا الاد تكتب اي كلمة من عندك اي اسم اي اسم تريد مثلا pc 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 خلاص هاي pc وهذا الاسم نكتب هنا اي اسم بالتسجيل third ميرت ميرت مثلا اهنان اي شي اوكي اه الاسم رح نخلي اه باسم لازم يتكوهم 8 حروف وهي الحروف تحتوي على حروف كبيرة وحروف صغيرة مثل ما تعودنا حتى من استوي جيميل هم تحتاج هذا الشرط يعني نبدي بحرف كبير وايضا نكتب ارقام ويحتاج من عندنا رقم هاتف 123456789 كلش كافي لما عندنا تأكيد نجي هنا اذا راد من عندك روبوت تختار هنا باسم طلالي اوكي رح تدوس verify نشوف هنا تم التخطي هندوس register مباشرة رح يقبل عندي الدخول رح يجينا هنا على الإيميل اللي سوينا اوكي يعني هذا الإيميل وظيفته سوي forward forward معناتها تحويل هذا الإيميل لأن بما أنه ما يقبل هذا الإيميل بهذا الموقع فعلم شنسوي نخدع الموقع نقول يابا انت هذا الإيميل مالتنا بس من يجيك إيميل حولنا على هذا الإيميل تمام الآن رح يسوي refresh اجانا الإيميل يعني احنا شغلنا قل لفيرفاي احي فعل النيا اوكي هنا احنا كتبنا pc و باكي هنا نكتب الباقاء نفس الإيميل النزلة الباسورد ايضا نكتبه دو سلوغن فتح إدنا الإيميل الموقع عفوا هنا مثلا مجموعة من الأجهزة Galaxy Note 4 Galaxy J7 Galaxy J7 Play أهم شي عندنا نحتاج أندرويد لأن أندرويد حاليا موجود تقدر تسوي بي حساب جيميل هذا جيميل سيكون حساب فيتنامي حسب السيرفر مرات يطلع لك سيرفر أمريكي مباشرة يجيك سيرفر أمريكي يعني الجيميل يصير عندك أمريكي بس احنا أكثر الأحيان يستخدم سيرفر فيتنامي شوف هنا فتحتنا الجهاز يعتمد على سرعة الانترنت الخاصة بيك هنا عدنا على جيميل ندخل على جيميل مثلا هنا سيقول Add email address إذا لم لقيت جيميل تقدر تدوس على اليوتيوب وأيضا من خلال sign in وتقدر تضيف email فأنا هنا رح اختار gmail اختار google احسلونا checking info هنا رح ادوس create account وقل for myself وتبدو تكمل الاسم الأول والاسم الأخير والخطوة البعدها تسوي email وتسوي password مباشرة رح يفتح عندك بدون ما يغفل هذا الحساب أبدا أبدا جربته يعني خلال شهر حساب ثاني قبل شهر ونص سويت لا نقفل لا صار على شي اذا رح نقفل حساب email فأنت تعرف انه مجرد تسوي خمس دقائق ربع ساع رح يخفل عندك gmail و رح تخسر فهذا الطريقة رح نستخدم بها تليفون كأن ما تليفون هذا أدنى هذا التليفون نستخدم ونسوي بحساب كأن ما قاعدين بغير دولة بدون حاجة ل سيرفر بدون حاجة ل vpn لأن google يكشف هذا الشي بس هاي الأجهزة هي أجهزة حقيقية و يعني هذه أجهزة حقيقية أنا جربتها لأن حتى بها INEI يعني إذا تدوس على الفون شوف هنا مسوية اتصال أعتقد شوف هنا ندوس نجمة مربع 06 مربع يطلع عنا IMEI وجهاز يعني جهاز كامل هذا الرقم لو ناخذ نخلي نستفسر عنه بمواقع IMEI سيطلع عنا نفس المودي ونفس النمبر لأن هذه أجهزة حقيقية رابطها على سيرفرات نستخدمها ونستفاد من خدمتها طبعا موقع بي أيضا هذا موقع coptin موجود أيضا تقدر تنصب من عندها تطبيقات وتفحصها بهذا الجهاز قبل ما تشتري الجهاز بس نستخدم اليوم حتى نستخدم بي أو نسوي بحساب Gmail أتمنى يا ربو الدرس عجبكم أنا آسف ما قدرت أسوي حساب Gmail لأن هذا الحساب إذا أسوي هو ضد سياسة الشروط اليوتيوب والجيميل أيضا هاي الفكرة أنه فقط بعض الأخوة طلبهم من عدين وديد يروحون محلات وهاي المحلات دينطوهم حسابات هاي الحسابات دتنقف بعد فترة يعني صار شغلة متاجرة لهذا السبب أنا سويت هذا الفيديو لا تنسوا ندسوا لايك للفيديو واشتراك للقناة كل المعلومات راح أخليها تحت الفيديو بالدسكريبشن طلعوا عليها فوتوا الموقع ونفس الطريقة تتبعوها إن شاء الله ياربوا تنجحكم تحياتي لكم وللقاء